اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد واخبار جديدة اذا اصدقائي مرحبا بالنسبة ليدخل يعمل لايك للفيديو ولي اول مرة يشاهد محتوانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس اذا حقيقة الافراج عن راشد الغنوشي باش نشوفه الموضوع ذهب اكثر تفاصيل وعديد مواضيع اخرى اذا والخبر الموالي اذا الغموض مستمر من سينافس قيسس عيد في الانتخابات الرئاسية اما الخبر الموالي اذا بعد زيارة والي بن عروس للقباضة المالية وصفتها بالاستعرضية جامعة المالية تتهم والي بن عروس باهانة الموظفين وتقضيها سمنا مر كذلك للخبر الموالي وهو مأساة عائلات تونسية تلقت ابنائها في صناديق موتة اما الخبر اللي بعده اذا وهو المحامي ولا احمد احمد شقير قال انا منبهر بقيس سعيد وبما فعل هذا الرئيس رئيس الجمهورية اما الخبر الموالي المحامي احمد بن حسان يقدم تفاصيل الشكاية المرفوعة ضد الوزير السابقة حيات قطعة وهناك الجديد في هذه المواضيع الكل نبدأ في الخبر الاول وهو ما حقيقة الافراج عن راشد الغنوشي بتشوفوا الاخبار رضايا باكثر تفاصيل نشر المحامي البارز عماد بن حليم تدوين عبر حسابه بالفيسبوك تحدث فيها عن الافراج عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقد لاقت هذه التدوينة رواجا واسعا وللاشارة فان الغنوشي محل اربع بطاقات اداع بالسجنة وبالتالي فان خبر الافراج عنه لا اساس له من الصحة ولم يصدر اي قرار في هذا الخصوص وحيث تعد هذه التدوينة مجرد كذبة افريل وهي عادة قديمة في الشارع التونسي النمر للخبر الموالي الغموض مستمر من سينافس سعيد في الانتخابات الرئاسية ونحن نقترب شيئا فشيئا من افتتاح الزمن الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية يتزامن الغموض حول تفاصيلها وقائمة المنافسين المحتملين لقيس سعيد واكد رئيس الهيئة فاروق ابو عسكر اليوم انه سيتم تحديد جدول الانتخابات الرئاسية عقب اعلان النتائج النهائية للانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقليمة وتشكيل الغرفة البرلمانية الثانية اذا واضاف ابو عسكر ان الهيئة ستحدد ايضا بمقتضاء القرار لها شروط الترشح التي يجب ان تكون متطابقة مع نص الدستور والفصول ثمانية وثمانين وتسعة وثمانين وتسعون ومطابقة ايضا مع القانون الانتخابي وبشأن امكانية تنقيح القانون الانتخابي قال ابو عسكر انها مسألة خارج عن نطاق هيئة الانتخابات الا انه اشار الى ان الهيئة ستطبق التنقيح اذ لم تم ذلك رغم استبعادها لذلك من سينافس سعيد وكان ترشح الرئيس الحالي قيس سعيد لعهدة الرئاسة جديدة مسألة تبدو محسومة لان الغموضة مازال يلف من سينافسون في ذلك السباق خاصة انه سيجرى في مناخ سياسي مختلف جذريا تقريبا عن مكان سائد قبل 25 اجويلية فقد اكد الرئيس التونسي قيس سعيد في لقاء جماعه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكرة ضرورة التصدي للاخلالات القانونية في كل مراحل العملية الانتخابية من تقديم الترشحات وحملة الانتخابات وهي عملية الاقتراع نفسها واشار الى انه ليس من المقبولة ان يتم اعتماد ترشحات للاشخاص تتعلق بذمتهم قضايا خطيرة من قبيل الارهاب دون ان يوضح كعادته من المقصود بذلك التوصيف وهو ما اعتبره مراقبون اشارة الى تكييف التشريعات لاقصاء منافسين محتملين استبعادهم من السباق باعتماد على مسغات قانونية وهذا استنادنا الى حملة الاعتقالات التي طالت السياسين ونموزة حزبية من الصف الاول والتي كان يمكن ان تنافس سعيد في الانتخابات المعارضة وشروط المشاركة وفي هذا السياق اكد امين عام حركة النهضة العجيمي لوريمي في تصريح له ان موقف حركة النهضة من المنافسة في الانتخابات الرئاسية يندرج ضمن موقف جبهة الخلاص الوطني التي تشترط توفير مناسب للانتخابات وبين الوريمي ان كفة المشاركة في الانتخابات لم ترجح بعد على حساب المقاطعة اذا ولفت الوريمي الى ان الاهم من هوية المنافس لقيس سعيد هو توفر شروط الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة واضاف ان الاهم من الاشخاص هو المصالحة بين التونسي والصنديق قال الاشخاص مهمون والبرامج مهمة ولابد ان يكون هناك مرشحون للانتخابات فاذا فقدت الحماسة للترشح فذلك يعني وجود موانع واشار الى الاسباب فبعضها يتعلق بخيارات السلطة وسياساتها واسلوبها وكيفية اعدادها للانتخابات ويتعلق البعض الاخر بالمناخ العام للبلاد واوضح الوريمي ان اليوم هناك عزوفا عن العمل السياسي وان هناك ازمة بين الناخب والطبقة السياسية وتراجع الثقة في الصندوق وهو الطريق المناسب للتغيير اذا اعتبر القيادي بالنهضة ان المترشحون سيواجهون صعوبة كبيرة في اقناع الناخبين موجها انه ليس من السهل اقناع الناخب اذ لن يصدق بسهولة الخطاب الانتخابي والوعود الانتخابية وقال لوريمي كذلك في تصريح لي ان جبهة الخلاص تعتبر الانتخابات الرئاسية فرصة لتفتح افاق سياسي وفرصة لهيكلة الحياة السياسية والتغيير اذا نمر للخبر الموالي وصفتها بالاستعراضية جامعة المالية تتهم والي بن عروس باهانة المواطنين اتهم الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبدالله الجمودي والي بن عروس بتعمد اهانة اعوان وقابضة وتقديم مهمة في صورة المتهونين والمتقعسين خلال زيارتها للقباضة المالية بالمدينة الجديدة بن عروس وندد الجمودي باسلوب الوالي في التعامل مع الموظفين والقابض واصفا ذلك بالاستعراضي الشعبوي والمجانب للحقيقة والواقع واشار في تصريح له قبل قليل ان الوالي تأكد من ان جميع العاملين بهذا المرفق والذين يتجاوزون عددهم اربع موظفين وقابضة موجودون بمقر عملهم وانهم يقومون بانجاز الحساب الشهري للقباضة وقال ان ذلك مثبت من خلال كاميرات المراقبة وورقة الحضور غير ان الوالي قدم صورة استعراضية مشبوهة واوضح الجمودي ان الوالي تجاوز من خلال هذا العمل صلاحياته التي يكفلها له القانون عدد 52 لسنة 1975 وخاصة الفصل 16 منها واعتبر الكاتب العام ان ما اقدم عليه والي بن عروس هو اهانة لاعوان وقابض والتشهير بهمة وتعريضهم للثلب وتهجم على وسائل التواصل الاجتماعية اذا وافد ان الجامعة العامة للتخطيط والمالية تحمل والي بن عروس مسئولية تتبعات هذا الاجراء غير المسئول وتدعو النيابة العمومية للتعاهد بفتح تحقيق في الغرض واكد ان المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية سيجتمع في الساعات القليلة القادمة لاتخاذ ما يتوجب اتخاذه من قرارات دفاعا عن منظوريه وعن كرامة الموظفة التونسية نمر للخبر الموالي اذا مأساة عائلة تونسية تلقت ابنائها في صندوق الموتة اذا سلمت السلطات الايطالية تونس جثث ستة مهاجرين من مواطنيها توف غرقا في موجات الهجرة غير النظامية ودفنوا في ايطاليا منذ اشهر وكان الضحايا من بين نحو ستون مهاجرين على متن قارب انطلق من سواحل تونس ووصل بالفعل الى السواحل الايطالية ولقى ستة حدفهم بسقوطهم في البحر عن مقربة من سواحل مدينة ترابانيا وعرضت عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية في تونس دفن الجثث في ايطاليا على الرغم من تلقي القضاء الايطالي عينات من الحمض النووي من عائلات الضحايا بتونس والتي تؤكد هويتهم وقالت الخارجية التونسية ان عينات الحمض النووي وصلت الى الشرطة العلمية والفنية في باليرمو بصفة متأخرة لتزامنها مع فترة اعياد الميلاد وشحنت السلطات في ايطاليا جثتين يوم الجمعة الفارض فيما جرى شحن اربع البقين امس الى مطار تونس قرطاج الدولي وينحدر المهاجرون الضحايا من ولايتي قفصة والمناستير نمر للخبر الموالي اذن احمد شفتر قال انا منبهر وسعيد بما فعلها رئيس الجمهورية قيس سعيد اذن قال الناشط السياسي احمد شقير قال انا جاد مقتنع وسعيد جدا ومنبهر بما فعله رئيس الجمهورية قيس سعيد واضاف لدى تدخله في برنامج سبعة لسبعة قال نحن في الخطوات الاخيرة لبناء المشروع بعد اتمام المرحلة الاولى التي تتمثل في عملية بناء منظومة الحكم الجديد وفق خريطة الطريقة التي اصاغها الشعب التونسية من خلال الاستشارة الالكترونية الوطنية على حد قولها يذكر انه قد شارك وفق موقع الاستشارة الالكترونية الذي تم اعدادها للغرض حوالي خمسمائة الف شخص وقد اعتبرها رئيس الجمهورية ناجحة رغم كل المحاولات الاحباط والتشويه فضلا عن العقبات التي وضعت حتى لا يعبر الشعب عن ارادته ضمن هذه العملية الفريدة من نوعها وفقا لتوصيفها اذا نمر للخبر الموالية الشكاية المرفوعة ضد الوزيرة السابقة حية قطاط المحامي احمد بن حسانة يقدم التفاصيل اكد المحامي احمد بن حسانة تكليفه من قبل عدد من اعوان وزارة الثقافة بتقديم شكاية ضد وزيرة الثقافة السابقة حية قطاط الجرمازي على خلفية مجموعة من الاتهامات واضف بن حسانة في تصريح له لإذاعة ديون افام انه قام بإذاعة الشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وكان الرئيس الجمهورية قيس سعيد قرر يوم اثناش مارس انهاء مهام وزيرة الثقافة التونسية وتكليف منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الثقافة بصفة مؤقتة وفقا للمصدر ذاته ودون ذكر اسمه اذا اصدقائي هكذا نصل لختمة لقاءنا اليوم ما تنسوش مشاهدة هذه الفيديوهات وهذه ايقونة الاشتراك في القناة وتكتبونا من قاعدين اتبعوا فينا بالنسبة لأصدقائنا الجدود لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دمتوا في عاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة